مشاعر الفرح والخوف والارتباك بدت واضحة على ملامح وجه طاهرة المعارضة الإيرانية التي حصلت على إلغاء قرار ترحيلها من كندا في اللحظات الأخيرة أنا سعيدة جداً أعلم أنني إذا عدت لإيران سأتعرض للخطر فالجميع يعلم أن النظام الإيراني لا يسمع صوتاً آخر يفكرون فقط بما يريدون وليس ما يطلبه الآخرون منهم المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورنتو نجح في إلغاء قرار الترحيل الذي اتخذه أحد موظفي الهجرة اتصلا مباشرة بوزير الهجرة والمهجرين حيث أرسلنا رسالة واضحة أنها إذا عادت إلى إيران سوف تعتقل فوراً وتتعرض للاضطهاد طاهرة سجنت ثلاث مرات في إيران بسبب مقالات ومحاضرات تلقيها في إحدى جامعات طهران تدعو فيها إلى الحرية والديمقراطية كنت أذهب يومياً إلى الجريدة التي أعمل بها لم أكن أعلم أن هناك شخصاً مسلحاً يلاحقني ثم قال لي ارفع يديكي لم أكن أعلم أنه خلفي ثم اعتقلوني في كندا شاركت بوقفات تضامنية مع السجناء ودعمت المعارضين للنظام الإيراني مصير طاهرة تغير في اللحظات الأخيرة لترحيلها فالقرار الاستثنائي لوزير الهجرة الكندي ماركو مالدسينو يؤكد على معرفة وإدراك ممارسات النظام الإيراني إذا ما تم ترحيلها إلى طهران إذن حصلت المعارضة الإيرانية طاهرة على قرار إلغاء الترحيل من كندا بموافقة استثنائية من وزير الهجرة وذلك حفاظا على حياتها التي قد تتعرض للخطر إذا قادت إلى إيران رفاه السعد العربية تورنتو